الدراسة خلاص هتبدأ الأسبوع اللي جاي وفيه ناس كتير بيكون عندها كده توطر وقلق من أول يوم وأول أسبوع في الدراسة ده طبعا خاصة بعد تطوير المناهج الجديدة وإعلان وزارة التربية والتعليم الفني عن المناهج لكل مرحلة وكل سنة دراسية لكن النهاردة إزاي أخلي ابني ياخد خطوة كده كويسة في الدراسة ويستوعب المناهج الجديدة دي مع اقتراب العام الدراسي الجديد ده أسئلة كتيرة بسألها نفسك فقرة النهاردة مهمة جدا معنا حنعرف من خلالها إزاي الاستعداد لعام دراسي جديد واستعاب المناهج الجديدة دايما بشرفنا وبنورنا دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجماعة القاهرة أهلا بك دكتور منورنا صباح الخير يا دكتور محمد وأستاذ بسانت وكل أستاذ المشاهدين وسنة دراسية جديدة يا رب خير كده على كل الطلاب والطالبات يا رب إيه المفروض أعمله كطالب داخل سنة جديدة سواء تعليم أساسي أو تعليم جماعة طيب خلينا نقول أن الطالب لوحده مش هيقدر أنه يستعد كويس لعام الدراسي الجديد وإنما هي عملية تشاركية بيشترك فيها مع الأسرة وكلها بتكمل بعضها الطالب طبعا لما إحنا دخلين على عام دراسي جديد فإحنا بنتكلم دلوقتي عن الطالب اللي هو أول مرة يدخل المدرسة إحنا بنتكلم عن الطالب مثلا في المرحلة الإعدادية أو السنوية أو في مراحل متقدمة أول حاجة المفروض أن يعملها وهي طبعا قد تبدو تلقائية لكن هي حاجة السنة تحديدا مهمة جدا أنه يستعد بالأدوات اللازمة للدراسة ليه بقى؟ لأنه دلوقتي في ليحة الانضباط الجديدة لو الطالب مش أكتف مع المعلم جوه الفصل في عقوبة لو الطالب مش بيلتزم بكتابة الواجبات في عقوبة ومن أول يوم حتى لا تتراكم حتى المهام عليه ويبقى المناهج طبعا زي ما احنا عارفين بقت أكثر ازدحاما فمن أول يوم يبقى الطالب ملتزم ومنتزم في متابعة دروسه النقطة المهمة التانية برضو اللي هو تنظيم بقى مواعيد النوم ودي حاجة لازم الأسرة كلها تشترك فيها يعني ما لم يكن هناك ضرورة لصهر حتى الأب والأم يبقى بيلزموا نفسهم بهذا الأمر أنه هما برضو يناموا بدري ويصحوا بدري علشان لما يبقوا صحيين كده قدام الطالب الصبح يبقى بيّن عليهم النشاط والحيوية وده يعني يدي إحاء للطالب أنه كمان يكون نشط يكون متابع بشكل كويس جوه المدرسة ويبقى واخد كفايته طبعا من النوم دي طبعا حاجات أساسية لكن في عندنا حاجات بقى احنا طبعا الأسرة قد تكون بتعمل كده لكن اللي بتعملوش الأسرة إن هي تهيئ الطالب زهنيا ونفسيا لاستقبال العام الدراسي الجديد زهنيا إزاي؟ احنا دلوقتي عندنا طبعا زي ما حضراتكوا تفضلتوا أشارتوا فيه عندنا تغييرات جزرية في المناهج وفيه حاجات تغير شكلها خالص خاصة في المرحلة السنوية يعني فالطالب المفروض في الفترة اللي قبل الدراسة على طول إنه ياخد فكرة عن المناهج اللي هيدرسها مكوناتها إيه؟ بتتكلم عن موضوعات إيه؟ وده متاح يعني متاح إن أنت تعرف حتى الموضوعات أو الخطوط العريضة للمناهج اللي أنت هتدرسها ده بيعملك حالة من التهيئ الزهني والدافعية علشان لما تدخل تبقى عارف أنت هتدخل تدرس إيه؟ بخلاف بقى الطالب اللي بيروح كده يصطدم بالحاجات دي الأول مرة جوه المدرسة ويبدأ يكتشف بعد ما يروح المدرسة لأ أما بقى رايح وأنا عندي خلفية مسبقة عن المواد اللي هدرسها ده بيخليني أكثر تهيئا للإستيعاب والفهم الحاجة الثانية بقى التهيئ النفسي كتير جدا من أولياء الأمور وده نقطة مهمة يعني حتى لو هو متضايق من حاجة فيه شايف أن المناهج مثلا كبيرة شوية شايف أن فيه تغييرات حصلت كتيرا فيه النظام المناهج ونظام الدراسة فبيبدي أمام الطالب استياءه أو نواز علام من الحاجات دي أو مش مبسوط المشاعر السلبية دي بتأثر بالطبع على أو بتنتقل عن طريق العدوى يعني النفسية للأبناء وبتأثر بالتأكيد على دفعيتهم وعلى حيويتهم ونشاطهم خاصة في البدايات البدايات إذا كانت قوية بيفضل الطالب قوي على طول إذا كانت فيها نوع من الحذر والخوف والترقب اللي متاخد بقى من الأهل ومن انطباعات الأهل برضو بتعطله شوية وبتعطل مسيرته شوية وبتأخر البداية القوية دي لبعد مثلا شهر في الدراسة وبيكون فاتوا كتير جدا من الموضوعات ما كانش مركز فيها لأنه كان منشغل بالتقييمات السلبية للوالدين فعلشان يبقى بدايتنا صح وقوية بلاش نظهر أي مشاعر قلق أو توتر أو حذر أو عدم رضا أو غضب أمام الطالب إطلاقا بل بالعكس يبقى حديثنا دايما عن المناهج وعن العملية التعليمية كلها إيجابي ونحاول نشوف إيه اللي هيضيفه ده لشخصية الطفل وإيه اللي هيضيفه لبناءه المعرفي ونحاول نركز على الجوانب الإيجابية والمضيئة في المناهج وفي التعليم وفي المرحلة الدراسية للطالب داخلها ونبدأ نتكلم حتى إحنا كمان كأسرة عن ذكرياتنا لما كنا في المدرسة كأب وكأم والذكريات طبعا الجميلة إحنا لما كنا في المدرسة كنا بنقابل أصدقائنا كنا بنمارس أنشطة كنا بنتعلم حاجات مفيدة يبقى دايما كلامنا إيجابي عن اللي هنشوفه في المدرسة واللي هنعيشه جوه المدرسة فيبقى الطالب مشتاق أو متشوق إنه يعيش هذه التجارب هو كمان بنفسه فيبقى رايح المدرسة وهو مبسوط وهو سعيد ودايما بنقول إن التعلم بيكون أكثر فعالية وكفاءة في ظل وجود مشاعر إيجابية لما يبقى الطالب رايح هو سعيد وهو متفائل وهو حابب إنه هو يروح المدرسة بيبقى قدرته على الفهم والاستعاب أكبر حاجة مهمة بالنسبة للطالب بقى نفسه عمر الحفظ ما بيطلع طالب متفوق فتركز من البداية كطالب إن أنت تتعدى مرحلة الحفظ دي الحفظ يعني بيخلي الطالب ممكن يخلي الطالب ينجح لكن إنه يبقى متفوق وإنه هو يحصل على أعلى الدرجات وإنه هو يثبت ذاته دي محتاجة يعني تشكيلة كده من القدرات المعرفية والقدرات النفسية وإن أنت تحاول توصل في مذاكرتك لمستويات معرفية أعلى اللي الوزارة دلوقتي حددتها لك وضمنتها في المناهج بتاعتها وفي الأسئلة بتاعتها آخر العام الفاهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم إلى آخره طيب زمان كنا على أيامنا إحنا كان التفوق يعني 100% 99 النهاردة بنشوف أرقام من أقل من دي كتير وأنا شايف أن ده خطوة إيجابية جدا من وزارة التربية والتعليم لأن أنا بنفعش أحط على الأولاد العبء ده أن هم لازم يتفوقوا قوي كده أو ما يعملوش أي حاجة تانية في حياتهم غير الدراسة لأنه في حاجة تانية مهمة زي الرياضة مثلا فلو عندي ولد بقى يعني خلينا أقول مش مستوعب المنهج والموضوع عنده صعب جدا أقدر أنا إزاي كأهله كبيت أحفزه أو أدعمه عشان يستوعب المرحلة الجديدة أو المنهج الجديدة اللي هو داخل عليها دي هي بتبقى قدرات يعني ممكن يبقى هي دي قدرته لكن أنا دوري إيه كأهل عشان أقدر أدعم ابني إنه يبقى أحسن في دراسته دي نقطة مهمة جدا يا فندم ولها أكتر من سبب لو إحنا مثلا بنتكلم على طالب في المرحلة الإبتدائية ممكن يكون سبب القصور في الفهم ده أو القصور في الاستعاب إن الطالب يعاني من صعوبات تعلم وبالتالي بنقول إنه واجب الأسرة في الأجازة إنه يتابع المشكلات دي يا دكتور محمد لو في الطالب عنده صعوبات تعلم نحاول نعالجها في فترة الأجازة لأن دي بتأثر بالتأكيد يعني يقدم له الدعم المناسب من خلال برضو بالتعاون مع المدرسة أو الأخصائيين التربية الخاصة بحيث إن الطالب ده لما يدخل المدرسة يقدر إنه هو يجاري زملائه ويقدر إنه هو يستوعب المنهج زي زملائه بالزبط وده غالبا بتظهر فيه المرحلة الإبتدائية في حاجة تانية اسمها تأخر دراسي مش صعوبات تعلم بقى صعوبات التعلم دي مرتبطة بمشكلات في الدماغ يعني لكن في عندنا حاجات اسمها تأخر دراسي التأخر الدراسي ده ممكن يكون سببه إيه؟ ممكن يكون سببه خلافات في الأسرة مشاكل أو طريقة التعامل مع الإبن الخاطئة ممكن يكون سببه إن الطفل عنده أنيميا مثلا فنعالج الكلام ده برضو كله بصد فنعالج الكلام ده كله برضو في فترة الأجازة بحيث إنه لما يبدأ يبقى بادئ وهو مستعد استعداد تام وجيد يعني في برضو جزئية تانية مرتبطة بعدم المجارات المنهج وعدم فهمه بسهولة مرتبطة بحاجة بنسميها العبء المعرفي العبء المعرفي بينشأ من أكتر من مصدر يعني في عندنا بسبب صعوبة المادة يبقى عبء معرفي بنسميه العبء المعرفي الأساسي المادة صعبة مش قادر إن أنا أستوعبها أو صعبة في محتواها في عبء معرفي خارجي مرتبط بطريقة التدريس وفي عبء معرفي مرتبط بطريقة مذاكرتي أنا للمادة فإذا كان في عبء معرفي بيخليني أستصعب المنهج ومش قادر إن أنا أستوعبه بشكل جيد يبقى لازم أستخدم الاستراتيجيات المعروفة لمواجهة العبء المعرفي واللي بتبدأ بأن أنا أجزة المهام لو أنا شايف المهام كبيرة وصعبة ده لو المادة صعبة يعني فببدأ أجزة المهام بس لما أجزة المهام بقى لما زاكر جزئية في المقرر أصبر كده على نفس دقيقتين أو تلاتة لحد ما تطلع من الزاكرة العاملة دي وتروح للزاكرة طويلة المدى إنما هي المشكلة اللي أبنائنا بيعملوها إيه إنه هو بيمسك الفصل كله أو الأربع خمس ورقات عايزة زاكرة كلهم مع بعضهم مرة واحدة يفصلها أكتر أو يجزأها تجزأها والجزء اللي تذاكروا تسيبوا شوية تعمل فاصل لحد ما يروح للزاكرة طويلة المدى ويستخر فاصل بسيط كده ثلاث دقايق وبعدين تذاكر النقطة اللي بعدك كمان التلخيص حاسف غير المهم والتركيز على المهم بس أستخدم الألوان أستخدم أنوع أنا بقى في طريقة العرض المادة اللي أنا بذاكرها ووزارة التربية والتعليم أتحت لك الكلام ده لأن أنت ممكن تشوف فيديو وممكن تستمع ده كله كمان بيزود قدرتي على استعاب المادة بالضبط يعني أنه يبقى فيه أكتر من شكل أكتر من شكل للمادة مش بس مجرد أن حاجة ورقية أو حاجة قدامي بيشوف لأنه في لازم تتعلم عن طريق النظر وفي لازم تعلم عن طريق السماء أستخدم أكتر من طريق بس في حاجة بقى أنا مش ببقى بتعلم عن طريق البصر يعني حاجة كده بيور يعني لأ يعني أنا بنسب بفتكرها أكتر وكل واحد فينا بيتعلم بالتلات طرق أو بالطرق كلها بس بنسب فأنا علشان أضمن أن أنا حققت كل الاستعاب بتاعي وأن أنا جمعت كل الطرق خدت نسبتي من كل طريقة يبقى أجمع كل الطرق أشوف فيديو وأقرأ وأسمع وأرسم وأكتب واستخدم الخرايط الزهنية يبقى أنا كده واجهت العلم المعرفة استخدم تأكتر من استراتيجية إزاي ما حريب تقول طيب المدرسة مش مكان بس للتعلم والتحصيل الدراسي هو مكان كمان لإكتشاف المواهب والجوانب الإبداعية ودي فكرة مهمة جدا لأنه الفترة المدرسة أو الفترة الدراسية دي مسؤولة على تشكيل شخصية الطالب الجانب ده إزاي أعززه كأسرة كأب وأم وكمان الإدارة المدرسية إنه فيه جانب مهم جدا مش بس إحنا مكان لتقديم المادة التعليمية لكن مكان لإكتشاف جوانب ممكن تكون الطفل أو الطالب نفسه مش مكتشفها في نفسه دي نقطة مهمة جدا برضو الوزارة التربية والتعليم اشتغلت عليها في الفترة الأخيرة كويس جدا اللي هي بناء شخصية متكاملة للطالب وكمان هي بتركز على الأنشطة المدرسية دي باعتبرها أحد عناصر الجذب المهمة للطلاب بس هي المشكلة بتبقى فين بقى في موضوع الأنشطة المدرسية دي إن أصلا أولياء الأمور لا يغطوا للأنشطة المدرسية الاهتمام الكافي يعني هم بيقللوا من أهميتها في نظر الطالب وما بتبقاش هي بالنسبة لهم حاجة مفضلة بالعكس ده هو بيبقى شايف يعني لو سألنا عينة من أولياء الأمور هيقولك إلغوا الحصص المخصصة لأنشطة المدرسية دي وخلوها حصص دراسية وأهم حاجة عندنا أن الطالب يتعلم لكن ده مش صح الصح أنه لازم يكون فيه تكامل في بناء شخصية الطالب دي أكتر حصة إحنا كطالبة لكن أولياء الأمور للأسف في كتير جدا ما بيبقوش محبزين هذا الموضوع لكن طبعا هي الأنشطة المدرسية مهمة لتحقيق هذا التكامل في بناء شخصية الطالب وبالتالي لازم وليه الأمر يكون بيدعم هذا الاتجاه وما نقولش أنه بيمارس الأنشطة المدرسية برا لأن ممارستها جوه المدرسة بتبقى في إطار تربوي متكامل بيدعم عملية التعلم وبيحفز الطالب وبيخليه أكثر نشاطا وأكثر قبولا للمادة المتعلمة دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة دايما بتنورنا وتفدنا وتشرفنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا